تحياتي لكم أصدقائي برجت تور يا برجت تور أنتوا السنة هي لكم كتير شغلات لحتغير حياتكم حلا أنتوا من أكتر الأبراج المحبوبة لأنوا مدعومين من كوكب الزهرة وهيدا حالة ميزة يعني فينوس دائما وظهركم عم تتعمكم طيب فما بالك وقت بيتحرك المال وهي السنة هي سنة مال سنة ميكايل فالأشخاص يمعون المال بيحبوا الحلوين والأشخاص يمعون المال بيحبوا الأشخاص المدعومين من فينوس وما حدا مدعوم من فينوس أد كبرجت تور ندر أن أقول لكم السنة بالنسبة لكم هي سنة مصيرية تمام يعني في عمكم قواعد مرتبطة بالحياة في أشخاص منكم كتير اللي حيقدروا يعرفوا يلعبوا بشو بالبورصة والأشخاص اللي هنم فايتين بالبورصة هدول لهم مستقبلوا اللي مون فايتين بالبورصة بإمكانهم يلعبوا بالتجارة أو خاصة بالذهب السنة إذا انتم بتفوتوا بالذهب عنكم قوة كتير رهيبة طيب إذا جينا نحنا حكينا شغلة تانية من الأشخاص اللي بيحبوكن شو من قدرنا نقول؟ منقول أنكم هلع عنكم صفة صفات الملوكية وهي اللي بتخليكن الأشخاص يلي كنتوا أنتوا تتمنوا رضاهم نحي يتمنوا رضاكم وبتشوفوا السنة ما هي قديش أنتم مدومين فما علش أول قلبكن وعدوه على الكرسي بالبقلكون لقب الملك والملكة ليش؟ لأنكم محبوبين وأصحاب المال وأصحاب الملاكز هن شو رهيعملوا؟ لح يتقربوا منكم ولكن بتلكون تنتبهون وأكون تستخدموا أسلوب العناد تبعكم مع أصحاب المال بصيروا من الخسرانين إذا بدكن تركسبوا مع أصحاب المال وتتغير حياتكم بدكن تستخدموا تقنية هي تقنية شو العجلة يعني كيف بدكن تتعلموا كيف أهل المال بيتصرفوا فلازم تاخدوا شوية دورات أو شوية معرفة مع أهل المال لأنه السنة هي دا حتغليكن أما إذا بدكن تستخدموا أسلوبكم القديم فالح تكونوا من الخسرانين وهلأ هي لبحة شو اللي حيصير معكم عن السنة وحنبلش هاتوا ورقة وقلم نعطيكم كل شهر بشهره شو لحيصير معكم ودائما أنتو عم تسمعوا كلامين تبهوا لشغلة كتير مهمة أنه أنتو أشخاص أشخاص عنكن جوادكن طاقة رهيبة وهزء قوي كتير هي الطاقة اللي عنكن ما بيروها غير عيناتكن فإذا أنتو خففتوا عيناتكن فأنتو رح تكونوا من الأشخاص الناجحين كتبوا لأشوف هاتوا ورقة وقلم وسجلوا عنكن بآخر شهر 12 يعني ورقة آخر شهر 12 24 وبداية 25 يعني بين الشهر 12 والأول هي هون بالنسبة لكم مرحلة جديدة في حياتكم يعني من لدينا نقول أنه هي مرحلة الانتقال يعني بداية السنة يعملكم انتقال حلو كتير يا برج السور نسميها هدية من السماء أو هدية من الروحانيات اللي بيشتغلوا بالروحانيات لحد يجيهم هدية وسر جديد واللي بيشتغلوا بالطاقة لحد يجيهم طاقة جديدة واللي بيقروا المؤمنين واللي بيقروا كتير لحد يجيهم رؤية والأشخاص اللي بشغلهم لحد يجيهم مكافأة جديدة هيدا حتعملهم انتقال من مرحلة رح ينتهي شي عندهم ويبلش شي جديد هلا في عندك هون بدك تعرفوا شغلي أنه بعد 21 بين بعد 21 21 21 23 21 هيك للشهر الثاني يعني آخر شهر الأول ونصف شهر الثاني في عندك هون لحيل ما باب الحظ عن كل وإذا بنت فقدامه فرصة تقود على كرسية بين أسدين يعني بين اتنين عليهم القيمة تقود وتشوف حاله يعني عندها جلسة بين اتنين زو مستوى يعني زو قيمة رح يكونوا ومتل ما بده وتهت أمره وإذا كان شاب تمام لحينخاف عليه من سحر هذا السحر بسبب وحده بتحبه فلازم يفك حاله وإذا فك حاله لح تجي مساعدات المساعدات هاي من المحيط العائلي على الأغلبية قريبينه وخالاته وعماته هلأ مندخل هون آخر شهر اثنين لنصر شهر ثلاثة مندل نقول إنك انت اللي حيلمأ معك الحظ وخاصة المرأة هتاخد مكافأة كتير حلوة تغيرها حياتها أما بالنسبة للرجل مشكلته إذا سمع كلام النسوان ومشكلة الرجل دائما نسول إنه عنده إذنه للنسوان نسوان جي بيحب النسوان إذا سمع كلام النسوان لح ينقلوله حكي وهذا الحكي لح يكون كذب أما إذا سيطر على شهده على رغباته فلح يكون ينهي آداء يعني من يدل إنه رجل السور عنده آداء ولكن إذا عضق إذنه للنسوان لصاحباته ورفقاته دولة اللي هو أدر بشو هني ما بنا نحكي فلح تكون كله كذب أما إذا عطل لمخه ولزكا لح ينهي أعداءه إنتي قدر عليه يا رجل الدول شو قصدي مامنا نفضحات قدام مين قدام إذا مرتك إذا عم تسمعك أعتقد بنا وصلت لك الفكرة سجل الملاحظة منيحة مهمة إلك هلأ في عنا آخر شهر آخر شهر ثلاثة تمام وبداية شهر أربعة عندك مواجهات كتير حين مواجهات في حكي وفي ماضي وفي حاضر يعني تخير أنت هتوقف بين الماضي وبين الحاضر تمام تمام أفا ضهرك أفا ضهرك إذا ما حطت ماضي أهلك أفا ضهرك شو لح تعمل لح تتدمر إذا حطت ماضي أهلك وضلعت المستقبل لح تبني مملكتك أو جماعتك أو مستقبلك الجديد هذا شو بيكون تجهيز كله لأي أنت تجهيز للشهر الرابع والخامس أنا عندك شهر الرابع والخامس هذا كله وضع آضاء اللي ما لأم الزوجة لح تتزواج واللي ما لأم رطبطة لح ترتبط ويلي ما لأم أسس مشروع حيأسس أهم وقت بحياتك من السنة هاي اللي ميك إلا حيطيق الطاقة الرهيبة هي الشهر الرابع والخامس شو بيقولك يا أمرأة السور بين الرابع والخامس لح تلعبي طاقة نينج وديين يعني هيكون الرجال والنساء بين يديك على حسب أفكارك وعلمك بتكون قوتيك وبقوله للرجل تمام بقوله للرجل إذا كبّت الماضي إليك المستقبل وإذا علقت بالماضي ضاع المستقبل فكبّ الماضي مشان المستقبل يا صديقي الدور تمام وبقولكم بالنسبة للمال تجهيز المال تبعكن تمام ما بده استسلام بده قوي وإذا بتأوي شخصيتك مضبوط إذا طلبت الحب لح تاخده وإذا طلبت المال لح تاخده إذا طلبت الحب تمام والزواج معناته لح تاخده إنت لح تاخده معاك لال الشهر العاشر تمام الشهر العاشر إذا إذا طلبت المال لح تاخده بين الشهر الخامس والسادس كيف الخامس والسادس الخامس والسادس اللي أنت اشتغلت عليها الرزقة اشتغلت عليها بالشهرين اني مضت اللي بين الرابع والخامس والي بالتالت والرابع دول الاربعة شهر كتا عدت اشتغل على شغلة وعلامات اللي احتغدوا بين باخر شهر الخامس والثالث واذكرني انك اخر الشهر الخامس والثالث اكتب لي بالتعليقات الرزقة تبعك قديش كانت قوية هلا اخر عندك بداية شهر ستة للشهر سبعة بتحرق شي معك من اهلك تمام فاهلك رحيوصوك لمرحلة انهم بدن يكسروا مقاديفك يعني انت مش كنتك يتطور مع اهلك مضعي وشباك السنة هي لتخلصنوا القصة شو بداك بدك تستخدم الحكمة بدك تحاكيهم على دعالهم لتواجههم ريح راسا في عندك شغلة تجيك بين الشهر السابع والثامن بين الشابع والثامن عندك دعم من برج الاسد تمام ولحتى تواجه شغلة خطرة عليك ما بيانقذق فيها غير برج الاسد برج الاسد او شخص صاحب سلطة لحيساعدك كتير انتبه من سحر او من ضربة بها الفترة هي واستعين بشخص صاحب مغدرة وهي لحيسن لك واحد صاحب مغدرة بين الشهر تمام الثامن والتاسع تمام لحتى حزارة فوت بين اشخاص التافهين في اشخاص تافهين ممكن يطلعوا بحياتك ويعلكوا 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 هريب منهم بس هربت منهم لحتى تلاقي شغلات كتير كويسة واذا علقت بيناتهم لحتى تطلع خسران ومبهدل هلا بين الشهر التاسع والعاشر تمام لحتى تلاقي حالك شو عم تعمل عم تشتغل لغيرك وممكن تخسر كم شغلة لا تهتم العوض جاي العوض جاي وين بين الشهر العاشر والسا واليداعش واذا بذكروا اتركوا العاشر واليداعش ممكن انت تفوز بشو تفوز بحبك يلي بيدك يا او تفوز بالشريك الاخر دائما عندك العاشر واليداعش بالنسبة اليك يلي مو متجوز هيتجوز اذا فاتوا الارتباط بين الشهر الرابع والخامس لح يتسبت بين العاشر واليداعش مبروك زواجك والحب والعلاقة الجديدة تمام وطبعا بنرد بنرجع من اليك بتكون اخر سنة بين اليداعش والو اتناش بالنسبة اليك لح تكون تجهيزات جديدة للسنة التانية لح تكون فيه اليك جائزة روحانية قوية ولها وقتها منكمل معك اكتب لي بالتعليقات شو انت الضبط من السنة الي مضت والسنة هي يا ريتك اتبو لي بقلبي السنة ادي الضبط بنحكي مالي حقيقي من التعليقات انا حطولي ادي من اللي حكيت وانا زابط كونوا بخير هابل لك ملاحظة مهمة اذا شايف على الشاشة شايف فيه هون طلط صم الخاص فيك اللي هوني بينفع لك السنة بإمكانك ترسمه بأول السنة او بإمكانك ترسمه بالسنة على اي نية بتحط نيتك بتلاقي نيتك اتيسرت تمام؟ اذا عندك اي شغلة مرتبطة بالمال ارسمه هذا وحطه بجزدانك او بخزنة المال بتستفاد منه كتير واذا بتحطه تحت راسك عشتشوف احلام هاي الاحلام بتدلك على الشغلات الي مرتبطة بالمالك هذا طلصمك هالسنة طلاط لك يا كونوا بخير